السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس أصدقائي بدي أعلمكم كيف نعمل export ونحول الفايل لات كل ياتا من Adobe Muse في حالة إجينا بدنا انه نغير شغلة ما نغير شغلة بس خليني هسا أعلمكم كيف نعمل نروح من file على html طبعا هسا إذا كانت هاي فاضية خليني اللي هي domain وحطينا اسم مثلا غلط مهمد مثلا واخترنا المكان الممكن نحط في هاد مثلا على دسكتوب arabيو ستديو سيلكت فولدر ملنا اوكي رح يعطيك انه غلط ليش غلط عشان لازم تحط اسم ال domain 100% عشان يعطيك export فإحنا ايش بنعمل نعمل cancel بنروح وين بنروح مثلا يا على FTP المكان ما احنا رفعنا الموقع يا بروح على وين على publish بابلش طبعا بابلش احنا عملنا انه اذا متذكرين عربية photography studio 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 احنا ايه زي ما انتم شايفينه اضغطوا عليه يطلع عندكم من رابط تاو لايش الموقع على business cut list اوكي هسا بنرجع وين بنرجع على export طبعا هو اخده by default اختاروا الموقع اللي رح يعمل على export بعمل اوكي ايه زي ما انتم شايفين بعمل export طبعا كل الفايلات ما بيخلي اشي الا بيحوله هذا اللي ما بدك تيجي ترفعه من اشي تاني غير Adobe Muse يعني مثلا بدك تستخدم برامج تانية بس عن طريق FTP او FTPS او شو ما كان يعني الاداة اللي بدك ترفع فيها ممكن اعطي اوكي انا عشان كنت رافعه من اول اعطاني ايه خلينا نشوف هسا Arabic Studio شايفين هذا بس شغلنا احنا لما اعملنا export طلع لكل هدول الفايلات وكل صفحة لحالة طلع طلع كل صفحة لحال يعني هاي الهم لحال service كل اشي لحال فاهمين علي ال assist هاي هم لحال css شايفين كل الفايلات عمل لي اهم كل اياتهم طبعا ال index غيل هون طبعا هاي ها زي ما احنا شايفين ال contact هاي ها picture gallery شايفين كل الامور تمام هاي زي ما احنا شايفين هاي احنا شايفين هاي احنا شايفين احنا شايفين احنا شايفين احنا شايفين احنا شايفين